مرحبا حبايبي وياميت أهلا وسهلا فيكم اليوم رح نعمل مع بعض كيكة عالية ونافشة وطرية بنفس الوقت تابعوا معي لو سمحتوا عندي هون خمس حبات من البيض رح أضيف عليهم كاستين سكر وزرف الفانيلا ورح أحرقهم لمدة عشر دقائق ومنحتاج كمان لكاست زيت وكاست حليب صبايا المقاطير بتكون بنفس الكاسة اللي منعير فيها الزيت والحليب والطحين بدي كمان ثلاث كاسات طحين منخول ضروري انو الطحين يكون منخول مع زرف البيكم بودر بيلزمني كمان معلقة كبيرة من خلية دفاح رح أضيف عليها ربع معلقة من كربونات السوديون أحرقهم كثير منيحوا وبعدين أضيفهم على الخليط عندي كمان آلب السيليكون دهنت الزبدة وفيكن تدهنوا زيت شرط الآلب يكون حصرا سيليكون فيكن أي آلب كيك موجود عندكن تستعملوا رح أدخل الآلب الكيك على الفرن على درجة حرارة 170 لما مدد 40 دقيقة انتبهوا صبايا هلا لما بنحط الكيك بالفرن ما رح نفتح الفرن لبعد مرور 40 دقيقة بعد 40 دقيقة لما بنجي نفتح الفرن رح نفتحه شوي شوي لحتى الكيك يتعود على الجو وبعدين نفتح الفرن كله منشغل أهم شي بس من تحت ومنشغل الفوق ومنحط الكيك على الطبقة اللي تحت الوسط ننسى نحرك الخليط بالعود مشان يطلع منه الفقهات اللي هو وهيك بتكون الكيك بعد 40 دقيقة طلعت من الفرن ما شاء الله بالعود بنختبر قلب الكيك ارتفاع الكيك عشا سانتي جربوها يا صبايا كتير كتير طيبة مع كاسة شاي أو كاسة عصير كتير طيبة وكتير قلبة نافش وطري لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس اذا عجبكم الفيديو حطوا للاين فلسحوا هنوهن